مرحبا بكم في مكتبة العم عارف سأتناول اليوم سيرة الإمبراطور الروماني ماركوس يوليوس فليبوس المعروف بفليب العربي استقيت هذه النبذة من كتيب للدكتور سلطان بن محمد القاسم حاكم إمارة الشارقة نشره عام 2019 وولد فليبوس حوالي عام 2019 عام 204 ميلادية في قرية الشهباء بمنطقة حوران في سوريا وهي تقع جنوب غربي دمشق على مسافة 55 ميلا وكانت عائلته عربية لكن اسم والده كان يوليوس مارينوس مما يدل على أن العائلة كانت من المواطنين الرومان بل ومن طبقة الفرسان التي كانت الطبقة الثانية في الإمبراطورية الرومانية بعد أعضاء مجلس الشيوخ عندما ولد فليب كان والده في منزلة رفيعة في المناصب العسكرية فقد عين حاكما لبعض الأقاليم مثل العراق وقاد الجيوش أيضا لا يعرف أي شيء عن بداية حياة فليب سوى أمر زواجه من مارسيا أوتاسيلياس سيفيرا وولادة ابنهما ماركوس يوليوس سيفيروس فليبوس في سنة 238 ميلادية وكان شقيق فليب جايوس يوليوس بريسكوس قد تقلد مناصب مهمة في الإمبراطورية الرومانية فكان قائدا للحرس الإمبراطوري بالإنابة ثم وكيلا لمقدونيا ثم نائب حاكم ولاية مصر ومعد ذلك عمل قاضيا على الإسكندرية عام 242 ميلادي انضم فليب إلى شقيقه بريسكوس في منصب مدير الحرس الإمبراطوري وترقى بريسكوس لقيادة الحرس كان الشقيقان بالنسبة للإمبراطور جورديان نائبين قويين له واستطاع أن يسيطر على الإمبراطور وخاصة أثناء المصيبة التي حلت بالحملة العسكرية التي وجهها ضد مالك فارس شابور الأول في شتاء عام 243 وعام 44 ميلاديين فقد انهزم الرومان وأجبروا على التراجع إلى الشمال من وادي الفورات في وقت الانسحاب قتل الإمبراطور جورديان في شتاء أربعة وأربعين ويدعي كثير من المؤرخين أن فليب شارك في قتله لأن الجيش أعلن مباشرة أن فليب هو الإمبراطور الجديد وقيل إن فليب دبر تمرد القوات بتحويل القمح الذي كان سيطعم قوات جيش الإمبراطور جورديان إلى جهة مغايرة أصبحت مهمة فليب الأولى المحافظة على منصبه بالرجوع إلى روما والحصول على التأييد اللازم فترك أخاه بريسكوس خلفه كقائد أعلى لكل الأقاليم الشرقية ووقع اتفاقية مع ملك الفرس تلزم الرومان بدفع مبالغ كبيرة للحصول على السلامة التي كان فليب يحتاجها إثرى عودته إلى روما ثبت الإمبراطور فليب مركزه في نهاية عام أربعة وأربعين ثم شرع في رفع مكانة عائلته فأمر ببدء العمل في بناء مدينة جديدة في الشهباء وأطلق عليها اسم فليبوبوليس لا تزال بقايا تلك المدينة موجودة اليوم وصورتها على ورقة النقد السورية من فئة المئة ليرة وإلى جانبها صورة نصفية لتمثال فليب لقب فليب نفسه الإمبراطور أغسطس ومنح ابنه لقب قيصر وجعله ولي عهده أما زوجة فليب فقد منحت اسما شرفيا هو أغسطس رتب فليب ضرب النقود في روما فكان لكل من زوجته وابنه معمل لسك العملة مختص بضرب النقود التي تحمل صورة منحوتة لكليهما بينما كانت هناك أربعة معامل تنتج مسكوكات الإمبراطور وخرجت مسكوكات عائلة فليب بمناسبة مرور ألف عام على تأسيس روما في عام مائتين وثمانية وأربعين فقد أظهرت الدراسات الحديثة سجل الأعمال للاحتفالات العظيمة التي أقيمت آنذاك لم تكن الأوضاع على حدود روما جيدة فخلال فترة حكمه واجه الإمبراطور فليب ثورات وتمردات عسكرية في مناطق عديدة وفي إحدى الثورات أعلن الجيش أن قادة الجيش في كل منطقة سيكونون أباطرة وذلك اتباعا للطريقة التي ابتدعها فليب لاعتلاء العرش قاد فليب حملات عسكرية عديدة ضد القبائل في منطقة الدانوب أي أوروبا الوسطى والشرقية واستطاع أن يخمد تلك الثورات كما استطاع إخماد ثورة أخرى في الشرق قامت ضد الضرائب الباهظة التي فرضها شقيقه لكن قوات الجيش في منطقة الدانوب لم تستطع السيطرة على الأحوال غير المستقرة فارتكب فليب خطأا فادحا عندما أرسل قائدا جديدا برتبة عضو في مجلس الشيوخ يدعى ديسيوس لإخضاع المتمردين وكان ديسيوس مواطنا من تلك المناطق وعندما ثار الجيش في منطقة الدانوب مرة أخرى عام 49 اختار الجيش ديسيوس ليكون الإمبراطور الجديد قاد فليب قواته إلى خارج روما لمقابلة الجيش الغازي بقيادة ديسيوس ووقعت المعركة بالقرب من مدينة فيرون الإيطالية فانهزمت قوات فليب وقتل وربما قتله جيشه وحين وصلت الأخبار إلى روما قتل الحرس الإمبراطوري ابن فليب الصغير أما زوجته فربما ماتت قبل نهاية المعركة يميل المؤلف إلى أقوال المؤرخين الذين يشككون في اعتناق فليب العربي للمسيحية وذلك لأنه كان متمسكا بالمعتقد الرسمي للدولة كما أنه أصدر أمرا بتأليه والده ولكن الإمبراطور فليب كان قد سمح للمسيحيين في روما بحرية العبادة لتأثره بعادات مجتمعه وبيئته وأخلاقية شعبه ولإيمانه بالتسامح ويحتمل أنه أدرك بذكائه أن المستقبل للمسيحية بعد رؤيته وسماعه عن مدى تضحيات القديسين والقديسات وكان يتقرب إلى المسيحيين ويتبادل وزوجته الرسائل مع أوريغين معلم الإسكندرية ويختم الدكتور سلطان بن محمد القاسم الكتاب بقوله كان فليب رجلا متسامحا وقائدا محنكا حافظ على استقرار الدولة الرومانية في فترة حكمه في مواجهة التهديدات المستمرة أتمنى أن يكون ملخص هذا الكتيب عن الإمبراطور فليب العربي قد أعجبكم وأراكم في حلقة مقبلة إن شاء الله